في حلقة اليوم نناقش أسطورة قلعة مسادة التي تضل على البحر الميت وفق الرواية التوراتية الاستشراقية السائدة والتي تقول إن فرقة يهودية انتحرت وبشكل جماعي في القلعة التي حاول الرومان في بداية الألف الأول للتاريخ الميلادي الاستلاء على القلعة في سياق سيطرتهم على فلسطين دكتور فاضل استنطقت توراة وأسفارها بنصها العبري ووجد ما يخالف الشائع من تلك الرواية التي تعصف بحقيقة الجغرافية التاريخية للحدث التوراتي والأحداث المرافقة له دكتور أهلا بك مرحبا بك شغلت قلعة مسادة العقل الإسرائيلي لدرجة أن الكثير من البحاث حتى صارت جزء من الثقافي والتربية الإسرائيلية والجنود أي جندي يتجند للجيش يذهب إلى قاعد مسادة ويحلف أن مسادة لن تسقط ثانية لهذا أعطت السلطات الإسرائيلية قيمة عليا لمسادة ما سرى برأيك هل نتحدث عن قصة حقيقية أم أيضا إسقاط من الإسقاطات التي تعودت الرواية الإسرائيلية إسقاطها على الجغرافة الفلسطينية يعني في البداية وقبل أن نتحدث عن أصل هذه الرواية دعنا نتحدث عن أصل الاسم من أين جاء هذا الاسم وماذا يعني يعني كلمة مسادة هي النطق الاستشراقي الغربي لكلمة مسعدة لأنه حرف العين غائب يعني في اللغات اللاتينية وبالتالي نطقت كلمة مسعدة في صورة مسعدة الأصل في هذه الكلمة أنا برأيه ينصرف إلى مفردتين أولا يعني دعني أقول يعني قبل أن أشرح النقطة الأولى أن التعبير الذي استخدم يعني في كل الأدبيات التاريخية وحتى الدينية بالملاسبة يعني سواء رواية الكنيسة أو روايات الكتاب اليهود المتدينين استعملوا تعبير قلعة هو في الحقيقة بالنص العبري لا ترت كلمة قلعة ترت كلمة حصن أو حصن مش ليس قلعة القلعة شيء والحصن شيء آخر بالتأكيد والنص العبري يستعمل تعبير مصدة ميم صاد دالت مصدة ومصدة في العبرية تعني الحصن المنيع الحصن الجبل وليس أي حصن يعني فلذلك يعني هناك دلالتان في التسمية في التسمية الأولى يمكن أن تصرف كلمة مسادة قد يكون يعني الذين استعملوا هذا التعبير استخدموا كلمة مصدة مصدة من النص العبري الاحتمال الآخر الثاني أنهم يعني قصدوا مسعدة في الحالتين يعني يمكن القول أن حصن مسعدة هو مكان حقيقي ولكن ليس في فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر